موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله سامين عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة وفي هذا اللقاء المبارك وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا الوقت أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد اللهم اجمعنا بنبيك مع آبائنا وأماتنا وأزواجنا أولادنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب وأنت راض عننا واجعل سبيلا وسلما إلى ذلك شهادة في سبيلك إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام الأحباب النبأ العظيم لازلنا مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة سلسلة النبأ العظيم التي ألتقي فيها معكم في كل لقاء مع الإجابة على هذه التساؤلات التي سئلت من قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم معنى النبي العظيم ألا وهو القيامة ألا وهو القيامة وما يكون قبل يوم القيامة من أشراط وعلامات وما يكون قبلها من موت وقبر وما يكون في هذا اليوم العظيم الشديد اليوم الموعود يوم القيامة وما يكون فيه من شدائد وعرصات وما يكون فيه من أهوال وبعث ونفخ وحشر وقنطرة وصراط وما يكون بعده من المثوى الأخير من جنة أو نار كل هذا هو النبأ العظيم كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فأنا أحاول معكم أيها الكرام الأحباب وأيات والأخوات الفضليات أحاول معكم أن لا نعرض عن هذا النبأ العظيم ليكون هذا اليوم نصب أعيننا دائما كما قلت في اللقاء الماضي في أول الكلام عن يوم القيامة ذكرت لكم شيئا من أسماء هذا اليوم لكي تحصل في قلبك المهابة لكي يحصل في قلبك الخوف وأنت في الدنيا فلو خفت من يوم القيامة في الدنيا أمنك الله يوم القيامة قال الله جل وعلا في سورة الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فالمقصد أن نخاف ونحن في الدنيا مما سيكون في يوم القيامة هذا اليوم العبوس القمطرير فلو خفت هنا أمنك الله جل وعلا يوم القيامة ووقاك شر ما في هذا اليوم اللهم أمننا يوم الفزع اللهم أمننا يوم القيامة ولقائي في هذه الليلة معكم أيها الكرام في سلسلة النبع العظيم حول أول شيء يحدث في يوم القيامة أول شيء يحدث في يوم القيامة هو النفخ في الصور النفخ في الصور النفخ في الصور أول ما يحدث يوم القيامة تصور معي وأنا أنشدك الله جل وعلا يا عبد الله يا أمة الله أنشدك الله جل وعلا أن تخلي الدنيا خلف ظهرك وأن تعيش معي في بقية هذه السلسلة لسيما نحن نتكلم عن القيامة وما يكون فيها أن تعيش بقلبك أن تعيش بنفسك أن تعيش بروحك أن تلقي وراء ظهرك الدنيا بما فيها لعلك تستشعر ما سيحدث في هذا اليوم النفخ في الصور أول ما سيكون يوم القيامة تصور أين ينتشر الفساد في الأرض ويعم البلاء وينتشر الفسق والزنا ويبتعد الناس عن الله جل وعلا حتى لا يقال في الأرض الله حتى لا يقال في الأرض الله ويبقى على ظهر الأرض شرار الناس حثالة الناس بنص كلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم يبقى في الأرض شرار الناس يفعلون المنكرات ويقعون في الموبقات يقبلون على الفواحش ويسركون بالله جل وعلا صباح مساء نسوا الله جل وعلا فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم يغضب الله جل وعلا على كل من في الأرض شرار الناس وأرض كلها خلاص ربنا غضبان على كل من في الأرض يحرق أهل الأرض كما قلت في آخر أشراط الساعة نار تخرج من اليمن من قارة عدن تحرق الأرض كلها ويهرب الناس منها ليتجمعون أو ليتجمعوا بأمر الله جل وعلا في أرض المحشر وهي أرض المنشر في أرض الشام في أدنى الأرض يجمعهم الله جل وعلا اللي ملحقش يهرب النار حرائته والقعد ليل ونهار بيجري يركب شوية ويجري شوية حتى يتجمع الجميع والنار حولهم من كل مكان في قمة الخوف والرعب والفزع يأمر الله جل وعلا بصاعقة تصعك كل من في الأرض أو يأمر الله جل وعلا الملك الملك وأنا بأكد على اسم الجلالة ده يأمر الملك جل جلاله الملك الملك إسرفيل أن يفني الخلائق لكن قبل الإثناء هناك رعب هناك خوف هناك قلق هناك فزع هناك فزع وهذا الفزع لا يستشعره أو لا يحسه إلا من هم على ظهر الأرض ساعة لأنهم شرار الناس كما قال النبي صلى الله وسلم كما ثبت في صح مسلم من حديث عبد الله بن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وفي حديث وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله خلاص كله كافر كله ظالم كله فاسق كله واقع في الفواحش كله بعيد عن ربنا فيأمر الله جل وعلا أن تحرق الأرض يأمر الله جل وعلا الملك الملك الذي خلقه الله جل وعلا لأجل تلك اللحظة لحظة إثناء الخلق لحظة النفخ في الصور يأمر الملك الملك إسرافيل أن يفني الخلائق فأين الملك سبحان الله قال الله جل وعلا كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سيافنا الجميع سيافنا الجميع بأمر من الملك ولن يبقى إلا الملك ولن يبقى إلا الملك إذ ينادي ملك الملوك جل جلاله والكل موات والكل موات الطيبون والصالحون مع المجرمين والطالحين الكل يموت الأنبياء والمرسلون والمكذبون والكافرون الكل يموت الإنس والجن الكل يموت الدواب والهوام والحشرات والحيوانات الكل يموت الذرات والإلكترونات والبروتونات والنيترونات الكل يتوقف ويموت لا حركة لا صوت لا حياة بأمر من الحي جل جلاله الذي لا يموت بأمر من القيوم الذي وقائم على كل نفس وهو قائم بذاته جل جلاله الذي لا يفنأ الذي لا يفنأ ولا يبيت بل وسينادى في كل هؤلاء الأموات من إنس وجن وبشر وحيوانات ودواب وكائنات وملائكة وجميع الخلق ينادي عليهم ملك الملوك جل جلاله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لا أحد يجيب إلا ملك الملوك جل جلاله يجيب على نفسه فيقول لله الواحد القهار خلاص الحد الثاني هو الوحد سبحانه وتعالى هو وحده جل وعلا الواحد القهار الكل قهر تحت قبضته جل جلاله الكل قهر تحت قوته وقدرته وقبضته جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله جل وعلا اسمع يقبض الله جل وعلا الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه يقبض الله جل وعلا الأرض يوم القيامة ثم يطوي السماء بيمينه ثم يهزهن هزا ويقول أنا الملك أنا الملك فأين ملوك الأرض أنا الملك فأين ملوك الأرض خلاص اسمع أيها الرئيس وأنت أيها الزعيم وأنت أيها الأمير وأنت أيها السلطان اسمع يا من ملكت في الدنيا عرضا أو حكما واسمع يا من ملكت مالا أو جاها أو منصبا أو كرسيا أين أنت لله الواحد القهار فني الملوك وذهب الأقوياء ولم يبق إلا الملك جل جلاله إذ ملكه هو الملك الحق وكل ملك كان قبل ذلك ملك زائف زائل الملك يومئذ الحق للرحمن هو المالك الحقيقي وهو الملك الحقيقي هو الملك الحق وهو المالك الحق جل جلاله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أكثر من أثر في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وراه البخاري مختصرا والنسائي وبعض أصحاب السنة من حديث عبدالله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره يوما اسمع لكي تعرف الملك الحقيقي وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يوما وقرأ هذه الآية من سورة الزمر وأثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآية اهتز قلبه واهتز جوارحه واهتز المنبر تحت قدميه تأثرا بعظمة عظيم وبقدرة القادر وبقهر القهار وبملك الملك جل جلاله وقف النبي على المنبر وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور هذا يوم النفق في الصور هذا يوم النفق في الصور يقرأ النبي هذه الآية تعلم منبر ويستشعر النبي عظمة الله جل وعلا وجلاله وقاره وجبروته وكبرياءه إذ الكل موات إذ الكل قد فني وبقي الملك جل جلاله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الآية يبين الآية يوضح الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم معدما قرأ هذه الآية واهتزت جوارحه قال يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الملك أنا العزيز أنا الجبار أنا الكريم فأين ملوك الأرض فأين ملوك الأرض قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى كلنا لا يخر النبي من شدة تأثر النبي حسام قلبه تأثر وجوارحه تأثرت والمنبر تحت قدم النبي تأثر بتأثر النبي واهتز باهتزاز النبي حتى قال الصحابة سيسقط رسول الله من شدة التأثر تعظيما للملك إجلالا للقهار لمن الملك اليوم أين الذين تجبروا وتكبروا أين أساتذة الجامعات الذين ظنوا ألا رقيب عليهم فرتعوا كما يريدون أين الزعماء والأمراء والملوك والكبراء خلاص الكل فني أين الأقوياء وأصحاب الملايين وأصحاب السلاطين أين هؤلاء أين المتكبرون كل من عليها فان في يوم النفخ في الصور تصور يا عبد الله معي عيش بقلبك غمط عينك كده واستشعر في يوم من اليوم الجمعة في يوم من أيام الجمعة بل هي الجمعة الأخيرة في الدنيا هي الجمعة الأخيرة في الدنيا يأمر الله جل وعلا سبحانه وتعالى في أقل من لحظة يأمر ملكاً وكله الله وخلقه الله جل وعلا لأجل هذه اللحظة وفي ساعة من ساعات الجمعة يأمره الله جل وعلا أن يفني الخلائق فتقوم الساعة في يوم الجمعة القيامة إمتى؟ في يوم الجمعة يعني إيه؟ يعني كل يوم جمعة خاف صح؟ تخاف لتكون يوم جمعة لتكون يوم الإيامة كل مخلوق خلقه الله جل وعلا إذا أتى يوم الجمعة خاف لتكون القيامة هو من شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رأى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تكوم الساعة إلا في يوم الجمعة ولا تكوم الساعة إلا في يوم الجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في واتنها وفيه النفقة وفيه الصعقة يعني الكل سيموت في يوم الجمعة والكل سيحيى بأمر الله جل وعلا الذي يأمر به ملكا وكله الله جل وعلا بالنفق بالصور إصرافيل يحدث صوتا عظيما لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا فيحيي الناس جميعا بأمر الحي جل جلاله كل المخلوقات تخاف في يوم الجمعة بل يوم الجمعة هذا اليوم الأبيض الطاهر ليس فيه إلا نقطة سوداء هي يوم القيامة النقطة الصعبة كما أخبرنا النبي أصلا بنفس النص فالمخلوقات كلها تخاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث الرأي أمام أحمد في مسنده وراء أصحاب السنن أبو داود والترميذي والنسائي وفي مسندق الحاكم وراء كذلك ابن حبان من حديث إبي عريرة وصحى الحديث بالجملة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه يعني اليوم دا اللي ربنا تاب على سيدنا آدم فيه وفيه تيب عليه وفيه قبض دا اليوم اللي مات فيه سيدنا آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة اسمع بقى دي قال النبي عليه السلام اسمع ما على وجه الأرض من داب ما على وجه الأرض من داب إلا وتصبح يوم الجمعة مصيخة يعني مستنية يعني منتظرة وتركبة ما من ما على وجه الأرض من داب إلا وتصبح يوم الجمعة مصيخة يعني منتظرة حتى تطلع الشمس يعني أي من الفجر دواب العصفور أي من الفجر مرعوب غيرت لما الشمس تشرق طلعت من مشرك الحمد لله إني ما شوه القيامة تفضل كل الكائنات خايفة غيرت لما شوف الشمس طلعت من المشرك قال النبي عليه السلام حتى تطلع الشمس ليه شفقا من الساعة شفقا أي فيه من قيام القيامة شفقا من الساعة إلا الوحيد اللي مش خايف مش مترقب متطمن آمن إلا إلا بن آدم وفي رواية إلا الجن والإنس آخر حديث وفيه ساعة لا يصعظفها عبد مسلم وهو في الصلاة يسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه النفخ في الصور إمتى في يوم الجمعة في الجمعة الأكيرة من الأرض من الدنيا يأمر الله جل وعلا ملكا وكله الله جل وعلا أن ينفخ في الصور ليفني جميع الخلائق يبقى من اللي ينفخ في الصور إسرافيل هذا إجماع العلماء هذا إجماع العلماء أن الذي سينفخ في الصور هو ملك وكله الله جل وعلا بهذا الأمر اسمه إسرافيل وهذا إجماع خلق الله هذا الملك لأجل هذا العمل بس وهذا الملك منذ خلقه الله جل وعلا يقف مترقبا مستني ربنا يأمره أن ينفخ لا لا هذا مش مترقب بس ده لا يطرف بعينه لا يطرف بعينه مش ربنا قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني ممكن أمر ربنا جل وعلا بقيام الساعة أقرب من لمح البصر فهو يخاف إسرافيل يخاف أن يطرف ببصره فيصدر الأمر من الله جل وعلا أن يفني الخلائق في أثناء طرف عينه فيكون قد تأخر في أمر ربه فمنذ خلقه الله جل وعلا أي إسرافيل لم يطرف لم يطرف بعينه منذ خلقه الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث راء الترمزي والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في مسنده وراه أبو نعيم في الحلية من الحديث أبي سعيد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم لما تسمع الكلام ده نفوت تخاف تقلق تزهد في الدنيا تعرف أن يهتفنا بسهولة ما تتعلقش بالعمارات ولا بالبيوت ولا بالسيارات كل ده يروح فالنبي عسل يقول أنا كيف أنعم إذا يتلزز بالحياة ونعرف أني في نفقة جاية هنفزع فيها كلنا إلا من شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن تجهز سيدنا إسرافيل مستعد متجهز وقد التقم صاحب القرن يعني يمسك الصور اللي ينفخ فيه وقد التقم صاحب القرن القرن شوف النبي عسلان بيقرب لك إزاي وحنى جبهته مستعد يعني التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعة يبقى موطي راسه مستعد ينفخ وحط تراء بؤه في البوق ما تعرفش كيف يفيده ولا خلقه بس حطي بس حطي استعد للنفخ في هذا البوق الذي قرقه الله جل على ليفني الخلائق وقعد بسمعه لا يسمع إلا صوت الله جل وعلا لا هذا مش كده بس وبصره لا يطرف رفع بصره إلى السماء ينتظر الأمر من الله شخص ببصره كيف أن نعم والله يتخاف والله يتخاف كيف أن نعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ عطول ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فبسرعة مش تأخر فينفخ قال المسلمون بقولك الكلام يخاف في النبي نفسه قال كيف أن نعم النبي إيه لي النبي خاف فالصحابة خافوا همه كمان عشان كده بقولك الكلام لنعاوز أن تخاف من يوم القيام آه عشان ربنا أمنك هناك قال المسلمون يا رسول الله إذا كان الأمر كده وصحب يا رسول الله صالوا عليه عليه السلام يا رسول الله كيف نقول طب نعمل إيه نقول إيه عشان الموقف الشديد موقف الشديد الصعب دو نعمل إيه يا رسول الله ماذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا قولوا قول يا أخي آه قول قول يا أكت انت كمان قول يا ابني قول يا ولدتي قول يا أبي قول يا عمي قولوا الصحابة قالوا النبي النبي علمهم المخرج من ده إيه كيف نقول يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا يا رب من نشل لأنت انت كفايا علينا شنوضنا نعمل حاجة قدام الملك حسبنا الله يعني انت كفايا علينا يا رب ونعم الوكيل ووكلناك يا رب على الله ربنا توكلنا وكلناك تدفع عنا تحفظنا تقبض روحنا قبل الشدائد يا رب ما تورناش ما تخلناش مع شرار الخلق كولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا فالنافق في الصور هو إسرافي كما هو إجماع أهل العلم وهذا الملك الذي عده الله لهذه لهذا العمل ولهذه اللحظة بل ولا يطرف بصره يصغي سمعة يرفع بصره ويخفض جبهته ويستعد أن ينفخ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم من حديث إبرير وصحاوه الإلباني إن طرف طرف اللي هو العين إن طرف صاحب الطور منذ وكل به مستعد إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر إلى العرش وفوق الخلاء كلها فوق الخلاء كلها بس ينظر إلى عرش الرحمن من فوقه ينظر إلى العرش أو ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان يعني لا يطرفه بصره يعني لا يطرفه بصره ينظر إلى العرش مستنى الأمر من ربنا طرف ما بيرتدش إليه خارس متركب ينفخ في الصور ربنا قال ونوفق في الصور إيه هو الصور هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ده حاجة غيبية ما نعرفهش إيه من الكران ونوفق في الصور يبقى صور يعني إيه الصور ما نعرفش لا نعرف من كلام النبي اللي النبي قاله بس لا نزيد ولا ننقص لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى التلميذي وأبو داود هو في مسند أحمد وراء الحاكم وابن حبانة من حديث عبد الله من عمر بن عاص وصحى الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعرابي ما الصور الصور ده عبارة عن أي رسول الله ربنا بيقول ونوفق في الصور إيه هو الصور قال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه قرن يعني بوق يعني حاجة لها فتحة وحدها ينفخ فيها شكلها إيه حجمها قد إيه طلها قد إيه ضغطها كلها ما عرفوش قال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه يأمر الله جل وعلا إسرافيل هذا الملك أن ينفخ في الصور إمتى؟ يوم الجمعة ينفخ كم نفخه سيدنا إسرافيل ينفخ كم نفخه قال بعض هذه العلم ينفخ نفختان عفوا ينفخ نفختين وقال بعضهم بل ينفخ ثلاث نفخات ينفخ نفختين وقال بعضهم بل ينفخ ثلاث نفخات من قالوا إنها إنهما نفختان ابن حجر العسقهلاني رحمه الله تعالى وقبله الكرطبي رحمه الله تعالى ومن قالوا بأنها ثلاث نفخات ابن العربي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن كثير صاحب التفسير يعني الكرطبي صاحب التفسير قال نفختين والابن كثير صاحب التفسير قال ثلاث نفخات ابن حجر المحدث قال نفختين وابن تيمية المحدث العالم قال دل نفقات وكذلك ابن عربي قال تلت نفقات والأمر قريب لأن هذا كل ثابت في القرآن من قالوا نفقتين استدلوا بقول الله جل وعلا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ قالوا يبقى نفق أولى والتنية أخرى يعني ما فيش تلت واستدلوا بها دي آية وقول الله جل وعلا كذلك يَوْمَ تَرُجُفُ الرَّاجِفَة تَتْبَعُهَا الرَّادِفَة فقالوا اثنين يبقى راجفة تتبعها الرادفة ومن قالوا بأنها ثلاث نفخات استدلوا بهاتين النفختين ومن قبلها بقول الله جل وعلا في نفخة سماها الله جل وعلا بنفخة الفزع في نفخة الكل هي تلعب فيها قال الله جل وعلا ويَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِلِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ صُنَّى اللَّهِ الآيات فبعضهم قالوا نفختين الصعق ونفقة الإحياء إذن نفقة القيام وقال بعضهم لا نفقة الفزع ثم نفقة الصعق ثم نفقة القيام الأولين قالوا لا نفقة الصعق هي نفقة الفزع والثانية قالوا لا إنها صعق يصعق الجميع في أقل من لحظة فالفزع يكون قبلها والله أعلم لكن كما أخبر النبي بين نفقتين النفقتين اللي هي الصعق والإحياء أو الفزع والصعق كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين من حديثة إبي وريرة قال ما بين نفقتين أربعون ما بين النفقة دي والنفقة دي أربعين أربعين إيه أنا قلت لك سنة ولا شهر حتى ولا يوم أنا ما قلت لك شيء النبي قال عليه الصلاة بين النفقتين أربعون لحديث أبي وريرة عشان كده لما راحوا الأبي وريرة يسألوه قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت أنا مش أجاوب أعرفش قالوا أربعون شهرا قال أبيت أم أعرفش أنا أربعون سنة قال أبيت يعني قال أبيت يعني أبيت يعني أعرفش وقيل أبيت وأن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم موقف فزع موقف فزع تخيل لو نفقة الفزع بينها وبين نفقة الصعق أربعين سنة يعني الناس تعيشوا أربعين سنة في الفزع يا الله يا رب أمنا من الفزح يوم القيامة تخيل أربعين سنة الناس تعيش في الفزح قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صح مسلم الحديثة عبد الله بن عمر عاص ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد الكل هيسمع إلا أصغى ليتا ورفع ليتا يعني إيه يعني يعمل ودنه جدا هو عشان يسمع السودو اللي جاي من فوق يرفع ودنه الفوق أو يفع رائبته الفوق عشان يسمع حاجة فصعبة حاجة مفزعة فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله جل وعلا أو ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يبقى على قول الأول ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع بينما الناس منشغلون شف النبع سنبقول والناس واحد قاعد بيزبط الإبل وبيزبط الحوض وبيخيط ضاو ولا بيبني داوان ولا بيجيب مية هنا هو بيعمل كامنا فجأة القيامة تكون فجأة بينما الناس منشغلون إذا بنفقة تفزع الناس جميعا إلا من أراد الله ونفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخلين فزع فزع القلوب مرتعبة وأنذرهم يوم الآزفة شوفوا الفزع شين تهس الفجع الفزع وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحنادر كاظمين إذ القلوب لدى الحنادر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيا يطاع يا رب نزينا من الفزع انقلاب كوني يحدث بنفقة يأمر الله جل وعلا إصرافين أن ينفق في الكون فيحدث القلاب كوني يحدث انقلاب كوني لا أقول هزة أرضية بل تتزلزل الأرض مش بلب بتتزلزل ولا قرية بتتزلزل ولا جزيرة في البحر بتتزلزل دا الكون بيتزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها بل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اللي بيقول إن الزلزل حاجة عظيمة هو العظيم يوم ترونها شوف الفزع يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فزع لن يثبت إلا من ثبته الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخيرة إلا عاوز ربنا يؤمنه من فزع يوم القيامة ومن كربات يوم القيامة الشهداء يأمنون من الفزع من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة واللي عاوز يقرأ باء يوم القيامة إزاي يونفق في الصور وإن لا يحصل الانقياب الكوني يقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى إمام أحمد والحاكم هو عند الترمذي من حديث ابن عمر الصحاء للباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء انفطرت وليقرأ إذا السماء انشقت إذا الشمس كورت هذا كلام طويل وإذا النجوم انكترت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة عطلت وإذا الوحش حشرت وإذا المحارس جيرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب كتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عالمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور مأثرت علمت نفس ما قدمت له أخرت إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت فزع وبعد الفزع يأمر الله إسرافيل أن ينفق نفخة ثانية أو هي النفخة الأولى مع الفزع نفخة الصعق صوت عالي الكل يفنى في أقل من لمح البصر أقرب من لمح البصر يصحق الجميع ويبقى الجميع موات أربعون الله أعلم أربعين إيه في هذه الأثناء الله جل وعلا وحده الواحد القهار الملك معتش حد انتهى الجميع طب وملك الموت طب وإسرافيل طب ويبريل ينفق إسرافيل ثم يأمر الله ملك الموت أن يقبض روحك يصحق الجميع طب ما القول لله تعالى ونفخة في السوري فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إيه إلا من شاء الله قال بعضهم كالإمام أحمد هم الذين هم في الجنة الآن اللي هم الحور العين والطيور اللي في الجنة وقال بعضهم هم كذلك الحيات اللي في النار والعقارب اللي في النار وقال بعضهم هم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وقال بعضهم هم من ماتوا قبل هذه النفخة خلاص لا يذنكون فيها الموت إلا الموتات الأولى والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما يفيق يوم القيامة بعد الصعق يجد النبي الله موسى ماسك بقوائم العرش يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فصحيح بخاري لا أدني أأفاق موسى قبلي أم جوزي بالصعقة الطور بصعقة الطور ثم ينفق الله النفخة الثالثة أو الثانية هي نفخة البعث ليبعث الناس جميعا يوم القيامة وهذا ما نتكلم عنه يوم الجمعة القادمة في الكلام عن البعث والنشور أسأل الله تعالى أن يسترن إياكم في الدنيا آخرة أقول كل هذا واستقرد الله عليكم صلى الله عليه وسلم وبركاته ومحمد والحمد إلى رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة